اشتركوا في القناة بوطلة الدوري البلجيكي وبوطلة الدوري الأوروبي نبدأ مع الدوري البلجيكي وإحصائيته ورقامه حيث على مصوت البلجيكي لعب 15 مباراة و13 كان أساسي فيها وفي شكل الأساسي معدل الدقائق لكل مباراة هو 57% سجل 13 هدف وقدم 8 حاسمة نسبة للمسة للكورة في المباراة هو 26% أما نسبة الثماريات المفتاحية هو 0.8 دقة الثماريات هو 64% وأما التدخلات ناجحة بنسبة 48% والالتحابات التنائية بنسبة 35% وتحصل على تقييم 7.5 أما المصوت الدوري الأوروبي لعب 6 مباراة وخمسة منه كان أساسي معدل الدقائق لكل مباراة هو 73% أما الأهداف سجل هدفين وقدم تمرح حاسمة نسبة للمسة في كل مباراة هو 31% أما نسبة الثماريات المفتاحية 0.8 دقة الثماريات 65% التدخلات ناجحة بنسبة 60% الالتحابات التنائية بنسبة 47% والتقييم 6.9 محمد أمين عمر هذا الموسم يقدم موسم كبير واستثنائي على الموسم الفارضي للأمن اللاعب تطور من ناحية تهديفية وأصبح أكثر نزاعة هجومية لأنه سجل هدف كثير هذا الموسم ما شاء الله عليه يقدم موسم كبير واستثنائي وأكبر أن الأوروبية تطبع للتوقيع معه في المركات القديم حسبا للشخصي اللاعب يستحق أن يتواجد مع المتقبل الجزائري لأنه يعد حاليا واحد من أفضل اللاعبين الجزائريين على المستوى الأوروبي أهداف في كل مباراة ومساهمة على المستوى التهديف مع فريقه ساندرواس هدف الفريق على المستوى التدوري البلجيكو هدف الدوري وكذلك مستهيم في أكثر من مباراة في فلوس فريقه يقدم موسم كبير ويقدم أدعجيين وكما أقول تحسن وأصبح أكثر هجوميا من ناحية تسجيل والتمركوز وأصبح فعالا على المرمى لاعب تطورا على الموثل الماضي ويعاد حاليا واحد من أفضل المواهب الجزائرية وفي إمكانه تقديم إضافة قوية على مستوى خطوة الهجوم للمنتخب الجزائري على المستوى الأفريقي وكانت كودفار لاعب يتميز بالسرعة وفي إمكانه أن تكون نقطة قوة على المستوى الأفريقي في المباراة الصعبة لأنه لاعب كما قد يتميز بالسرعة والتمركوز داخل منطقات الجزائر حسب رأي الشخصي يستحق أن يكون مع المنتخب الجزائري ويلقاء